هؤلاء أربعة وثلاثون مهاجراً أفريقياً خرجوا من الساحل الليبي بقارب متهالك في رحلة تمنوا أن تنتهي في أوروبا ليتم إنقاذهم من قبل سفينة إغاثة قبل أن يبتلعهم المتوسط مصيرهم هو نفس مصير آلاف من من سبقوهم العودة إلى مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا التي أصبحت غير قادرة على استقبال المزيد تقول الأمم المتحدة إن 42 ألف مهاجر يعيشون في ليبيا في ظروف قاسية من سوء المعاملة ونقص الغذاء والرعاية الطبية وفي محاولة لتخفيف الضغط عن ليبيا أعلنت رواندا الدولة الصغيرة في وسط أفريقيا استعدادها لاستقبال 30 ألفاً من هؤلاء المهاجرين بعد اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة سيتم نقل المهاجرين على دفعات متتالية تبدأ بـ 500 شخص لمنع إرباك قدرات رواندا التي قال المسؤولون فيها إنها ستضعهم في مركز إيواء مؤقت قبل نقلهم إلى أماكن أخرى إذا لم يوافقوا على العودة إلى بلدانهم الأصلية معظم المهاجرين الذين سينقلون انطلقوا من دول القرن الأفريقي ووجدوا فرصة في العبور إلى أوروبا من خلال ليبيا التي أصبحت بوابة الشمال لانهيار مؤسسات الدولة منذ عام 2011 اسماعيل الخولي العربية